بسم الله ازايكو عاملين ايه كل سنة عندو طيبين النهاردة بقى هنعمل تدميس الفول بطريقة هتعجبكو جدا شايفين اللون حلو ازاي سر بقى فول العربيات والدقة بتاعت العربيات ازاست الدقة هنعملها برضو مع الفول اول حاجة هجيبها نصف كيلو فول ونقعته لمدة اربع ساعات ما تزاوديش في فترة النقعة عن اربع ساعات لان في ناس بتنقعوا من الصبح لبالليل وكده بيأثر على الفولة وبيخليها تبقى مهرية بيخلي الفولة تفصل على القشرة ومعي نصف لامونة برضو ومعلاقة خل وثلاث معلق فول ما تشوش منقوع مخسول بس مش منقوع وثلاث معلق عدسة اصفر عشان برضو يعزز اللون بتاع الفول هنعمل ايه بقى اول حاجة هنحط الحاجات اللي معنا كلها في الدميسة هنحط العدس وهنحط الفول المتشوش اللمونة بقى هناخد منها العصير بس مش هنحط القشر اللمون لان قشر اللمون لو حططيه مع الفول هيخلي هيمرر طعمه خالص يعني احنا هناخد بس نص اللمونة عصيرها بس ومعلاقة الخل اللي هنحطها برضو هتفتح الفول واتحافظ علي انه هو ما يسودش بسم الله حط بقى كمية الفول واللمونة والخل وطبعا بقى هنجهز مية سخنة دلوقتي مش هنحطه ماينفعش تضيفي عليه مية سقعة ابدا لازم تضيفي عليه مية سخنة ولما نفتح عليه ما نفتحش عليه قبل 3-4 ساعات تفتحي عليه تبصي عليه وتزودي عليه المية برضو المية لازم تبقى سخنة في الوقت ده ماينفعش برضو تزوديه مية سقعة الحاجات دي مهمة جدا جدا في نجاح الفول وانه يفضل محتفظ معاكي بلون حلو وما يسودش ولا يحصل له اي حاجة ويطلع معاكي زي الفول ان شاء الله وهنضيف حاجة كده في اخر الحلقة هتخلي برضو قوامه ولونه حلو جدا زي ما شفتوه كده هو بقى هياخد وقت للسوى 6-7 ساعات على حسب نوع الفولة ولازم طبعا النار تبقى هادية جدا ويريد تحطيه على الشياطة اللي هي بتاع الرز او لو عندك السخين بتاع الدميسة كده هنزل بالمية السخنة على الفول هحط كده الحد الحز ده بتاع الدميسة مية لحد هنا كده وهفيه بقى على نار هادية ومش هفتح عليه اول 3 ساعات وان شاء الله يبقى حلو جدا وبعد ما يستوي بقى هقولكو هنعمل ايه تاني بعد ما استوي جبت هكده معلقتين دقيق وازودهم كده على شوية مية نص كوباية مية وادوا بيهم كويس عشان ادي ايه ما يكالكاش وانضيف برضو معلقة صلصة طبعا ادي ايه هيددي قوام حلو للفول ويخليه قوام بتاعه تخين مش يخليه خفيف والسلصة هتعزز اللون وتخليه لونه بقى حلو جدا هنقلب بقى كده السلصة والديق في المية ونضيفهم على الفول وانطفي عليه بقى وهقدمه معاكو هوريكو شكله ودلوقتي بقى هنعمل الدقة بتاعت الفول زي الازازة اللي بتبقى على عربية الفول بالزبط التوابل اللي معايا ملح وفلفل وكمون وكزبرق وبابركة ومعلقة شطة صغيرة ده على حسب الرغبة ومعايا توم اه توم وقرن وفلفل برضو مفرومين كويس هضيف عليهم بقى نص لامونة ونص كباية خل وشوية زيت ونقلب المقادير دي كلها مع بعض في ازازة ونزودها مية وكده هيبقى معانا دقة حلوة جدا هتفضل معاكي في التلاجة لمدة شهر مش هيحصل لها حاجة بس خليها في التلاجة وكل ما تعملي فول خدي منها شوية حطيه مع الفول هيدديله طعم جميل جدا هتعجبكو قوي وبكده بقى جهزنا الفول وجام بي ازازة الدقة ههرز الفول اهو شايفين بقى معايا مستوي وطري جدا لازم تديله حقه في السوا وتصبري عليه ما تستعجليش عشان الفول يستوي معاكي كويس وطبعا تقدري تحتفظ بي في كياس في الفريزر تطلعيه بقى في ايام السحور او في اي وقت انتي محتاجين هنحط بقى كده معلقتين كده من الدقة وهما بقى فيهم كل حاجة فيهم بقى الملح واللمون وفيهم كل حاجة هيزبطوا طعمه جدا وهيخلوه حلو مش محتاج لأي حاجة وبكده بقى قدمنا طبق الفول وخلصت حلقتنا ويا رب تكون عجبتكو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة